نمازج عالمية لمدن الزكية ده الفيديو رقم 7 من سلسلة المدن الزكية سمارت سيدي تختلف مشاريع المدن الزكية فيما بينها فتجربة أمستردام على سبيل المثال وركزت على التحقيق مزيد من الاستدامة البيئية من خلال استعمال أحداث التكنولوجيات لمنحدود الحد من الإمبعاثات واستخدام الطاقة بمزيد من الكفاءة فيما رمت مدن أخرى إلى توفير مجموعة وسعة من الوظائف الزكية مع قيام التكنولوجيا الزكية الموجودة في كل مكان بدور في جميع الجوانب الحياة مثل فجربة المدينة الشاملة في عصمة كوريا الجنوبية التي تتلخص هدف إنشاء في إدارة المدينة بطريقة أفضل وتحسين نوعية حياة سكانية عادة ما تكون المدن الزكية الصديقة للبيئة تقوم بيانيها بحفظ الحرارة وإنتاج الطاقة النظيفة لذلك المدينة الزكية اليابانية فوجيا ساوعة التي تستعمل عام 2010 على موقع مصنع سابق لشركة باناسوني استضمنت نحو 100 منزل زكي متدة على مساحة 190 ألف متر مربع كل منزل منها مزود بألواح شمسية ومؤلدات كهربائية تعمل بالغاز الطبيعي وتتصل بيوت كلها ببعضها البعض ضمن شبكة واحدة يتم نقل الطاقة المؤلدة بينها تلقائية ويمكن لهذه المدينة في حال كتعة عنها مصادر الطاقة الخارجية أن تكفي نفسها بنفسها من الطاقة لمدة 3 أيام كاملة أفضل المدينة الزكية في العالم إنتاجة العديد من المدينة العالم لتطبيق تكنولوجيا في حضراتها اتعملت على دمج التقدم التكنولوجيا في كل مكان بالمدينة والعمل على الممارسات الصديقة لبها كالتجاعم والسعي على استخدام مصادر جديدة ونظيفة للطاقة المتجددة وهي أفكار ونوط جديدة للحياة في مدينة المستقبل وهناك العديد من النمازج التي تندرج تحلقها بأفضل مدينة زكية نسردها في السطور قليلة التالية لنتعلم منها سنجدو كوريا الجنوبية بلانت البرتغال في جساوة اليابان برشلونة اسبانيا فيينا النمسا منشستر انجلترا المدن الزكية العربية وهناك عمد مجموعة من المدن العربية تاسع علا ان تكون مدن زكية مثل ان يوم في المملكة العربية السعودية وبضعبي في الإمارات العربية المتحدة الهند اخترت الهند واركزت علىها شوية على اساس انها تعتبر من البلاد الفقيرة واقصادها قريب من الاقصادية بتاعتنا فنشوف ان هما فعلا قدروا يعملوا مدن الزكية حقيقية بشكل كوي جدا ان هما عملوا كياس للمدن الزكية وحطوا بعض التكنولوجيات ويجوموا على منطقة فائرة جدا كلها كانت عبارة عن الخرابات وقدروا يخلوها زي سواد سيلكون الهندي في يونيو 2015 يعني لسه من قريب اعلن رئيس الوزراء الهندي ناري نندارا مودي عن مهمة المدن الزكية وهو برنامج للتجديد والتعديل التحديسي الحضري لتطوير 109 مدينة في جميع انحاء الهند خلي بالك هو مش بيع المدن الجديد هو بيطور بيمتر يمسك المدينة ويبدأ يشوف ايه الحاجات اللي يقدر يطورها في المدينة ليجعلها صديقة للمواطنين ومستدامة ادركت البعثة ان هناك حاجة لاستمرات كبيرة واستراتيجية مدروسة لمواجهة العد الكبير من التحديات الكبيرة التي تواجه هذه المجتمعات بدون اتخاذ اجراءات تستمر للانظمة القديمة والمكسورة وغير الكافية في السيطرة على المناظر الطبيعية وتفشل تماما في تلبيت توقعات وتحسين حياة الملايين للناس مدينة مصدر بدأت امارة ابو ظبي في تخطيط لمدينة مصدر منذ عام 2006 تشمل خطة رأسية لمدينة مصدر مكونات الرأسية التالية الاستغلال الامثل للطاقة الشمسية من خلال تطوير مكاسب الكفاءة والتوجيه الامثل لشبكة الطاقة في المدينة تكامل اوجه الحياة في المدينة بطريقة تكون فيها الحياة سهلة وسعيدة وتوفر السكن في مواقع مناسبة بما يؤدي الى تقليل استخدام وسائل النقل انشاءات ومباني محدودة الارتفاع والحجم توفير وتطوير مرافق عامة لحياة اجتماعية وسعيدة مع الاهتمام بالمشاة وسائل المواصلات المتوازنة توفير حياة ذات جاودة عالية ضمن منظومة بيئية ذكية وتعتبر مدينة مصدر من اول مدن المستدامة في الشرق الاوسط التي تتبنى توفير بصمة خضراء يحتزى بها لمدن المستقبل واستيعاب التوسع الحضر السريع وخافض استهلاك الطاقة والمياه والحد من التلوث والنفايات ويجسد تصميم المدينة مزيجاً متناغماً بين فن العربية التقليدية والتكنولوجيا العصرية كمنث التفيد من حركة مرور الهواء المناعة النشفية لتوفير بروضية طبيعية تضمن اجواء مريحة خلال ارتفاع درجات الحرارة صيفاً وتستفيد مدينة مصدر من اشعة الشمس ايضاً حيث يتم توليد الطاقة الكهربائية نظيفة باستخدام تكنولوجيا الالواح الشمسية المثبتة على اسطح المباني فضلاً عن امتلاك احدى اضخم التجهيزات الكهروضوئية في منتج الشرق الاوسط ووفقاً للخطة التطورية لمدينة يجب ان تستوفي المشاريع الجديدة وغيرها منطلبات تصنيف التلات لالي عند النظام اللولئة لقتين تلات لالي كحدة ادنى بموجة باطار عمل معايير المباني الخضراء واستنامة التي حدتها مجلس ابو ظابي للتخطيط العمراني بحيث حق الكفاءة في استخدام الطاقة والمياه من لتبة تزيد عن 40% مقارنة بالمباني التقليدية وتعمل مدينة مصدر كذلك على رفع مستويات التطوير العمراني المستدام من خلال مجموعة متنوعة من مبادرات البحث والتطوير والمشاريع التجربية الفاعلة في الموقع مثل نموذج الفيلا صديقة البيئة العاصمة الشكية براغ مدينة براغ من اكثر مدد للتعاني الازدحام وبخاصة بفصل السيف وهو مدفع المتخصين ولا سيامها ستزد العمارة في جامعات براغ التكنية من اجل التغلب على الكثير من المشكلات وتحويلها لمدينة زكية وعلى رأس المتنمين جان بتشوان ولذي كون فريق عمل من اجل توصل الى مدينة زكية تواكب المطلبات الحاضرة والطلعات المستقبلية التسع بالعاصمة القديمة براغ وكام مشروع المدينة والذكية براغ على الأسس وهي تحقيق التهوية والإضاءة والتشميس الاهتمام بالمحيط العمراني والتنوع الوظائف والانشطة بنفس المبنى مراعاة ان يكون العمل قريبا من المسكن استخدام كل سوء للأدوات التي تؤدي الى توفير الطاقة والاهتمام بالبنية التحتية بكافة مستوياتها واستخدام حلول معمرية نجاحة مثل الفناء الداخلي مدينة سنافورة هنطور شوية في مدينة سنافورة لانها من المدن اللي بدأت تقريبا زينا في الخمسينات كده وصابقتنا بشكل كبير كان دكتور مستمح مدعمل عنا فيديو كامل يعني تعتبر سنافورة احدى النمازج الفريدة للمدن الزكية في العالم من خلال تجربة انواع متنوع من التكنولوجيا المطورة في سنغفورة من خلال العمل على انشاء نمازج ثلاثية الابعاد لكل المباني وحتى الزجاج والخرصانة والمصفات الداخلية للمبنى وذلك من خلال بيانات متطورة واجهزة خاصة بالطوارئ والكوارث واستخدامة سنغفورة الكثير من الاليات مثل الانظمة الرقمية واجهزة الاستشعار في الشوارع وتطوير نظام آلي لصرف الزحي وتم تحديد نسبة النظافة في المناطق العامة باستخدام صندوق زكية تعمل بالحاسب الآلي سنغفورة لديها الطموحة لجعل بلدها اول دولة زكية وحقها في العالم من خلال تسخير التكنولوجيا على اكمل وجه بهدف تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاعمال التجارية وبناء فرص اقوى ولقد بدت الدولة بالفعل رحاتها الحقيقة الرؤية التي تصميها E3A الجميع كل شيء في كل مكان في كل وقت يبدو ان منصة الامة الذكية تتيح قدرا اقبل من الاتصال وادراك افضل لحالة من خلال جمع البيانات والمشاركة الفعالة لبيانات المستشعرات المجمعة سنغفورة هي واحدة من اقصر الدول المستوكلة كسافة سكانية في العالم تبلغ المساحة الاجمالية 597 كم مربع وابلغ سكانها خمسة ونص مليون نسمة حسب 2014 ولديها سكان متنوعون يتكونون من الصينيين والماليزيين والهنود والاورسيين بالاضافة للأسيوين الاخرين من أصول مختلفة وعلى رغم تعداد السكان البالغ خمسة ونص مليون نسمة تم تسجيل 0.65 مليون مركبة فقط وتستخدم وسائل النقل الأخرى مثل الأقدام والدرجات والحافلات والسيارات الأجراء والكتارات النقل الجماع السريع أو النقل بالسكر الحادية في دول بيبعد العربيات أكبر من عدد السكان براد سنغافورة الحاجة للتفكير في ناجي طويل الأجل ومتكامل للضمان تطوره بسطريقة مصدامة دولة تجاهل البيئة النظيفة والخضراء وفوضعت سنغافورة من سنوات عديدة تموحها للتصبح أسكى مدينة في العالم كانت الحكومة منخرطها في محاولة دقيقة على مرة سنين كل عشر سنوات منذ عام 1070 أصدار سنغافورة خطة مفهوم ذات إطار زمني طويل الأجل 40-50 سنة وكل خمس سنوات خطة أقصر تفصيلا حول النمو الزكي منتجة لذلك تعد سنغافورة بالفعل لمدينة متقدمة بزكاء ومجهزة بالتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة لميزات المدينة يتم تضمين شبكة من أجهزة الاستشعار وكاميرات وأجهزة الجي بي اس في السيارات الأجراء يتبه حركات المرور والتنبؤ بالازدحام المستقبلي وابلاغ جميع الساقين بالطرق البديلة ويعد استخدام بطاقات الـ RFID الخاصة أمرا شئيعا ويعتبر نظام إدارة المياه في المدينة من بين أكثر الأنظمة تقدما في العالم وكان الخطة تنمية تهدف إلى جال سنغافورة مدينة متظاهرة على مستوى العالم وفي عام 2006 تم إطلاق الخطة الرئيسية للأمة الزكية آي ناشن 2015 ويخطى لسنغافورة مدينة عشر سنوات لتحقيق رؤية السنغافورة كأمة زكية ومدينة عالمية مدعومة من إنفو كوم تكنولوجيا للمعلومات والتصالات يتم تشراف على هذه الخطة من قبل هيئة تنمية الاتصالات المعلوماتية في السنغافورة المشهر إليه في ميالي BIDA والتي تكون حاليا برؤية جديدة للأمة الزكية وتعمل هيئة دولية للتنمية الدولية مع المواطنين والشركات لتطوير حلول الدولة الزكية تدفع سنغافورة الآن نحو تحقيق رؤية كونها أول دولة الزكية في العالم في إطار برنامج الأمة الزكية الذي تم تطويره في 2014 والذي يسعى بشكل مثالي لتسخير تكنولوجيا المعلومات والتصالات والشبكات والبيانات لدعم حياة أفضل وخلق المزيد من الفرص ودعم مجتمعات أقوى بينامج تكون العديد من المدن حول العالم بتجربة مفهوم المدينة الزكية من خلال الاستفادة من التكنيات لمواجهة مجموعة الساعة من التحديات الحضرية فإن سنغافورة لديها رؤية أقصر طموحا وشاملة للأمة تمثل رؤية الأمة الزكية لحكومة سنغافورة استجابة لتحديات الحضرية المتزهيدة لمتمثلة في شيخوك السكان وكسافة الحضرية وستدامة الطاقة وتم ادهوة العديد من أصحاب المصلحة مثل لبنات التكنولوجيا ورجال الأعمال حول العالم للمشاركة في هذه الرؤية لاستخدام الأمة كمختبر حي لتجربة الأفكار الجديدة والحلول الزكية ذات الإمكانيات العالمية يتمثل دور حاسم لمعايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين التكامل والتشغيل البيئي لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة الموجودة للمبادرات الأمة الزكية من المتوقع أن يؤدي تحقيق هذا التكامل لتسهيل لإستخدام الأمثل للموارد عبر الأنظمة المختلفة الخدمات الزكية الأقصر تطوران في سنغفورة هي ضمن قطاع النقل والتنقل الحضري واستمر تطوير لظام النقل الزكي ITS الأقصر من 10 سنوات تمتلك سنغفورة أيضا أساسا قوية للحكام الإلكترونية ولذي كان يحتضنونه من زوال الثمانينيات وهناك مجموعة واسعة من الخدمات الزكية التي ترغب الحكومة السنغفورية في توفيرها للجمهور ولكن رحلتهم لا تزال في مرحلة مبكرة سيستمع إطلاق معظم الخدمات العديد منها كاتجور مؤخرا في عام 2010 والعديد من الخدمات هي في مرحلة تخطيط ليهتم تنفيذها نجمل إلى جنب مع الجهود الشاملة للمبادرات الأمة الزكية وطبقة سنغفورة نظام ITS متطورة لنتعديث تضفق حركة المرور والحفاظ على سلامة المرور على الطرق تنبع قوة أنظمة النقل الزكية في سنغفورة من نهجها الشامل تجاه إدارة حركة المرور تعمل أنظمة النقل الزكية مع مبادرات النقل الأخرى مثل النقل العام المجاني في ساعة 0 قبل الصباح ونظام حص المركبات ونظام النقل العام الذي يعمل بشكل جيد ورسوم الزحام لتعزيز النظام النقل العام في المدينة باستخدام كونات أنظمة النقل الزكية وتواصل سنغفورة عدة من خدمات النقل الزكية لمواطنين وان موتور رينج وهي البوابة الشاملة لتأخذ من جميع الساقين ومالك المركبات في سنغفورة على بوابة البيئ ويب هذه يمكن للمواطنين الوصول إلى المعلومات المرورية التي تم جمعها من الكاميرات المراقبة المثبت على الطرق والسيارات التاكسي المزودة من نظام تحديد المواقع من خلال ترفق سمارت ويمكن للساقين برؤية اللقطات للطرق يتم يتقطعها كل 5 دقائق نظرا لأسباب أمنية يتم توفير لقطات فيديو متحركة أو لقطات قريبة عبر الإنترنت كما يوفر معلومات عن معدلات تخطيط موارد المؤسسات الحالية تسعير الطرق الكهربائية والأقفام التي تجري فيها أعمال الطرق وصور حركة المرور للطرق السريعة الرئيسية وأخبار حركة المرور وحساب وقت السفر وخارات الطريق واتجاهات الشوارع ومعلومات وكيف السيارات يتم يمكن أيضا الوصول إلى هذه البوابة نفيدة على الأجهزة المحمولة لا توفر السيارة الوحدة معلومات عن حركة المرور في حسب بل تقدم معلومات وأرشادات للبغاطنين فيما يتعلق بشراء وبيع وسيارة سيارتهم تستخدم هيئة النقل البري LTA كاميرات مرابعة للبحث عن حواس الطرق عندك تشافح حديث اهتماتكم LTA بتنشيط طاكم استعادة السيارة الذي يهتف إلى الوصول إلى الموقع في حوالي 15 دقيقة لسحب السيارة إلى أقرب مواقف السيارات مخصص خارج التريق السريع أطلقت LTA نظام توجيه وقوف السيارات منذ عام 2008 وهذا يوفر الساقين معلومات في الوقت الفعلي عن توافر مواقف السيارات وهذا يقلل مكمية حركة المرور المتدولة التي تبحث عن الأماكن المتاحة ويعز استخدام أكثر كفاءة لمرافق وقوف السيارات الموجودة يتم عرض المعلومات على لوحة التسجيل الإلكترونية وعبر إنترنت عبر One Motoring Portable أو على تطبيق الهاتف المحمول مثل mytransport.sg من المتوقع عن تجلب الخطوط التالية في قطاع النقل في زل رؤية الأمة الذكية شائعا أكثر تقدمان وجديدا قد تكون الحفلات العامة بدون طيار في المستقبل القريب حيث أصباحة المركبات ذاتية الكيادة أو السيارات ذاتية الكيادة حقيقة وواقعة يمكن تطبيق الكيادة الذاتية على أشياء أخرى على سبيل المسال شاحنات البضاعة للتعمل ليلة فقط مما يقلل من الزحام الطرق أثناء النهار يوفر تطبيق الهاتف الذكي mytransport.sg معلومات في الوقت الفعلي للركاب يقوم بتحديث ميزاته بانتظام لتحسين تجربة سفر للركاب خلال العام الماضي عملت LTE مع SPS Transit و Smart لتثبيت واختبار نظام مركزي جديد والذي يحدد مواقع الحفلات في الوقت الفعلي بالتالي يوفر معلومات أكثر دقة عن وصول الحفلات لأكثر من 4700 حفلة عامة عبر 360 مصار تتوفر أيضا معلومات تحميل خدمات الحفلات المحددة يمكن المسافلين للطلاع على المعلومات توفر مساحة المهمزة بالألوان المسافلين في تحديد ما إذا كانوا يستقلون الحفلة القادمة أو يختارون نركوب الحفلة التالية تتوفر عديد من التطبيقات التي تتطورتها ماي ترانسبورد سانجابور وللتم تقدمها المواطنين من خلال LTE تعزيز التراكل المريح للركاب والسائقين في المناطق الحضرية تعزيز سانجابورة ثاني أكثر الدول الأمانة في العالم وفقا لتقرير وحدة المعلومات الاقتصادية لدى كود شرطة سانجابورة أهداف محدودة محددة من تعهد الخدمة بالعمل الكفائيين كورسول إلى كود شرطة في حالة طوارق عن طريق الاتصال ب999 وهناك خدمة SMS تسمى خط المساعدة لخدمة الرسائل القصيرة في حالة طوارق ويمصومها لتزويد أفراد المجتمع الصم وضعاف السمع وضعاف الكلام بوسائل أخرى للتصال المشروع المدعوم من قبل الوزارة المالية والIDA تتمشي هذه المبادرة مع الرؤية الاستراتيجية للمخاطف العام للحكومة عام 2010 وللتم تهدف إلى زيادة الخدمات الإلكترونية الحكومية المتاحة توفر قوة الشرطة في سانجابورة أيضا مركز شرطة إلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال مركز شرطة الإلكترونية للمواطنين لجمع المعلومات بسهولة وتقديم تقرير الشرطة عبر الإنترنت وتعامل مع شؤون الإدارية مثل التقدم بطلب الحصول على نسخة مصدقة من تقرير الشرطة وسجلات الجنائية وما إلى ذلك على سبيل المثال يوفر كريمس ستوبر اون اي بي سي وسيلة بديلة عبر الإنترنت المواطنين لتقديم تقرير أقل إلحاحا أو تقديم معلومات للمساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة ده لما يكون عندك حاجة بيش مستعجل عليها قوت الدفاع المدني السنافورية هي منظمة بالزي الرسمي تشرف عليها وزارة الشؤون داخلية لحكومة السنافورة وللتقدم خدمات مكافحة الحراق والإنقاذ والطوارق لتخفيف من حوادث المواد الخطرة وكذلك سياغة وتنفيذ وإنفاذ اللوائح الخاصة بالسلامة من الحراق يتم تشغيل خدمة طوارق الطبية يمئس من قبل الصندوق السعودي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يمكن نصل إلى منخلال الرقم الهاتفي 950 يمكن أيضا الوصول إلى مركز عملات 995 من خلال تطبيق الهاتف المحمول الذي يوفره SCDF بالتعاون مع IDA والذي تم تصميمه لزيادة معدل النجاة من الحوادث مثل السكتة القلبية خارج المستشفى تم اطلاق التطبيق المسمى My Responders وأخرا في أبريل 2015 والذي ينبي المستخدمين إلى حالات قريبة من السكتة القلبية المشابهة ويوجههم للرد قبل وصول SCDF منذ اطلاق التطبيق كان هناك أكثر من 2000 تنزيل وعلى رقم من عدد التسجيلات التي تصبح مستجيبات لم تصل إلى مستوى المماثل حتى الآن يسمح My SCDF المواطنين بتقديم ملاحوظات SDF, SCDF وتعليمات استخدام مطلقات الحريق وكافية إجراء SRSBR والAED بإضافة إلى وصيل التقارير الثانوية للصندوق SCDF التطبيقات الأخرى التي تسمح للجمهور بالوصول إلى معلومات الطوارئ الهامة هي التهديات البيولوجية أو إجراءات إزالة التلوث والتعرض للعاملة البيولوجية والسلامة من الحرائق وفي حال حدوث انفجار كانت تتوفر بعض الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الرئيسي للصندوق تشمع هذه الخدمات تدفع عبر الإنترنت مقابل خدمات SCDF التقدم بطلب للحصول على دورات SCDF لبرامج التعليم العام شراء تقارير الحريق والإسعاف محدد مواقع مرافق الصندوق التمسل أحد الجانب الرئاسية الأخرى للمبادرة Smart Nation في طريقة للطب عن بعد تقدم سنغفورة لتعزيز الاستخدام الواسع للنطاق للتقاريرات القابلة للإرتداء مثل أجهزة تتبع الليعقة البدنية والساعات الزكية وحتى الملابس الزكية التي يمكنها مراقبة رفاهية المريض لا تقتصر الفكرة على تسجيلات العلامات الحيوية مثل ضغط الدم ومعدل دربات القلب ودرجة حرارة الجسم ولكن أيضا نقل البيانات عبر الإنترنت إلى متخصص رعاية بي والرعاية الصحية وأفراد الأسرة وضعت المعساس الدولية التنمية خططها للمشروع التجريبي المساعدة الصحية الزكية في منطقة بحيرة جورونش في أواخر عام 2015 لدعم احتياجات كبار السنة في سنة فورا إنهم صمم لتسجيل البيانات عبر أجهزة الاستشعار سهلة استخدام في منازل كبار السن والمرضى اللي زيناء ونون من أمراض مزمنة التي تم إرسالها بشكل آمن عبر الإنترنت إلى مقدمي الرعاية الصحية ما يسمح لهم بمركبة الأفراد وتلقي التنبيهات والاستجابة إليها حالات طريقة البيئة كدولة صغيرة ليست لدى سنة فورا سوى قليل من الأراضي لجمع مئات الأمطار وتخزينها سيكون نقص المئات حديها مستمر لسنة فورا مع الطلب المتزايد باستمرار وبالتالي يجب أن تكون سنة فورا مصدر إلهام لابتكار وتطوير القدرات في المنطقة تحت إشراف وزارة البيئة والموارد المائية ونكب أجلسان تشريعين الوكالة الوطنية للبيئة ومجلس المرافق العامة ووكالة المياه الوطنية تتحكم الوكالة الوطنية للبيئة في تلوث الهواء والماء والتعامل مع دارة النفايات وتعزز كفاءة البيئة وتعزز النظافة العامة وما إلي ذلك برامة تتعامل مجلس المرافق العامة مع جميع الأمور المتعلقة بالمياه في سنة فورا لإشراك المواطنين في زيادة كفاءة استخدام المياه يرسل مرفق المياه الوطني رسائل كفاءة المياه إلى الجمهور توفر السنة فورا للطاقة أيضا تطبيقها للهاتف المحمول يوتيح للمواطنين عرض فواتيرهم المستحقة وحالة الدفع واكتساب فيهم أفضل لاستخدام المرافق وتقديم الكراءات للعداد يودي هذا القيام المستحركين بتطبيق استدامهم في المنزل لإدارة استعلاقهم للمياه في 2015 ندخل سنديك النفايات الزكية كوزء من برنامج إدارة النفايات الزكية تجمع شاشات الاستحار مفاقة على غطية الحاويات معلومات عن المحتويات والموقع وتم يختار فرق كمامة من خلال سيرفر خادم مركزي بازة يساعد ذلك فريق جمع النفايات على تحسين تخطيط المسار الخاص باهم في نفس الوقت تجمع الحفاظ على مظافة الأمريكا العامة باستمرار وتم مراقبات مستوى التلوث بواسطة الـ NEA ومتاح الجمهور على موقعها الرسمي على الإنترنت على سبيل المثال يمكن للمواطنين الوصول بسلها لمعلومات بقيمة PCI على مدار 20 ساعة وهو مؤشر الإبلاغ المتكاملة عن جودة الهواء عبر الإنترنت وتوجد في مدينة سنفورة سيارات ذاتية الكادة تعمل على أرض الواقع وتم تطوير ذلك المركبات التنسيق بين جامعة سنفورة ومعهد ما ستستوتش باللوات المتحدة الأمريكية ويمكن الاستفادة من نموذج براغ وخاصة أنه يربط بين المباني القديمة والحليسة وواصل المباني القديمة براغ بالمنطقة التي يوجد بها المدينة الزكية وهو ممكن تعملهم على نمازج أخرى في مدن العالم أما النموذج في مدينة سنفورة يعتبر من نمازج المتميزة حول العالم لما تنتمتع بين المدينة من تقنيات متخبرة سواء على الجانب البيئة أو المعمار يمكن استفادة أيضا من تلك التجربة باعتبرات تجربة مميزة في مجال مدينة الزكية وحماية البيئة من الصعب رسم التدعيات محددة على رؤية الأمة الزكية في سنفورة حيث تم اطلاقها فقط في عام 2017 ومع ذلك يمكن تعلم بعض الدروس من طريقتهم الحذرة لبناء مدينة الزكية على سبيل المثال يبدو أن سنفورة تستفيد جادا من المشاريع التجربية قبل تنفيذ الخدمة الزكية على السعيد الوطني يتيح لهم ذلك اختبار عوامل مثل ما إذا كانت الخدمة المقدمة في دولة المواطنين والتكلفة الفعلية عند التنفيذ كما يقل المخاطر تثبيت نظام زكي غير مناسب في جميع أنحاء الدولة بأكملها يعني هو يجرب على مدينة صغيرة ولما تنفع يبدأ يتباع البلد كلها تتمتع سنفورة بميزة خاصة من حيث تنفيذ مشاريع التجربية في منطقة محددة وأرجع ذلك جزئيا إلى ملكيات الوسعى لمساكن العامة حيث يعيش ما يقارب من 80% من السكان المقيمين مما يسهل عليهم تجربة الخدمات مثل العرود الداخلية قد تكون محاولة سنفورة للتكامل الزكي أيضا نقطة مرجعية جايدة لمدينة زكية أخرى في المستقبل حول العالم كما حتى الآن تعمل الوكالات المنافذة سنفورة بسرية كبيرة وبشكل مستقبل عن بعضها البعض ويتم تصميم حلول زكية جديدة ومصحوبة بالتقدم التكنولوجيا ومراكبتها وإداراتها من كبل كل وكالة ومع ذلك مع تواصل حلول زكية في نطقة ومع بدء تداخل الخدمات بين مختلف مجالات المدينة عبر المكالات المختلفة أصبحت الاحتياجات لمنصة مشتركة لتعزيم استخدام الأجهزة الزكية وفعالية مشاركة البيانات وتقليل التكلفة وجعلها أفضل الآن سنفورة في إطار مبادرة الأمة الزكية تسعى بحظر للبحث عن أفضل طريقة التكامل ويود حيث أنها ربما بدون منصة مشتركة لتبادل المعلومات عبر كتاعات مختلفة من المدينة قد يكون تعزيم الفعالية في إدارة الخدمات الزكية أمرا صعباً يوفر فهم حالة سنفورة تسكيراً جيداً للمدن الأخرى بالتفكير في ضرورة التكامل داخل المدينة الزكية على رغم أنها لا تزال في مرحلة الأولى إلا أنها من المتوقع أن توفر تجربة المدينة الزكية في سنفورة درساً قيماً لجميع المدن حول العالم في المستقبل تقدم درسة الحالة في سنفورة مثلاً مصيراً للاستمام لنهج الدولة تجاه أن تصبح دولة زكية نظراً لعدم موجود حالات أخرى يتم فيها تغيير البلد بأكمله بنوجه بخطة دقيقة للحكومة المركزية يعتقد أن سنفورة فريدة من نواها مقارنة بمبادرات المدينة الزكية الأخرى في جميع عنحاء العالم بناء على هذه الدرسة قد يعتمد نجاح سنفورة المستقبلي كأمة زكية على عدد من العوامل الأول هو سيطرة الحكومة على سمارت تانشون الفيشن حالياً يتم تمويل مبادرات سمارت تانشون بالكامل من قبل الحكومة السنفورة دون أي مصدر خارجي للتمويل من الشركات الخاصة لازال مغير مؤكد ما إذا كان هذا سيؤدي إلى تنفيذ أكثر فعالية وسرعة وكفاءة للأنظمة الذكية بدون دوافع خارجية وما إذا كان يمكن استمرار جميع المبادرات عليه التكلفة في إزهال لطريقة تمويل هذه العامل الثاني يتعلق بطريقة التكامل بين الوكالات المنفسة لا يوجد حتى الآن توافق في الأراحة حالو كافية دمج هذه الوكالات ولا يزال قائد التطوير ولكن حتى الآن الفكرة الأساسية هي تجنب النظام الأساسي المتكامل مادياً ولكن اتفاق على القواعد واللواح الخاصة بتكامل البيانات طرح حكومة سنغفورها فقط الحاجة لتطوير منصة متكاملة لمشاركة البيانات حيث يمكن لجميع الوكالات الوصول إلى المعلومات المشترقة التي تتم جمعها من شبكة أجزة الشعار الذكية المشترقة الاهتمام بالتشغيل المتكامل ومركز الكادة غير موجود وفي الواقع ينظر إلى هذه على أنه ينتطوي على مخاطر أعلى بسبب الاختلافات في حسية البيانات بعد يعد استخدام البيانات مفتاحاً لنجاح أي مدينة ذكية وبالتالي فإن كافية إداراتهم لمنصة التكامل البيانات ستصبح العامل الحاسم لنجاحهم على رغم صعوبة إصدار أي أحكام قاطعة لأنها لا تزال في مادية إلا أن التوقع بأن تصبح سنغفورة مدينة ذكية رائدة على مستوى العالم